اشتركوا في القناة في بلادنا كامبرلي بير تعزيز أوجه التعاون بين الحكومة اليمنية والأمريكية للرفع من قدرات المؤسسات المحلية لتجاوز التحديات التي أفرزتها الحرب وأكد الوزير على أهمية دور الوكالة الأمريكية في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي مشرا إلى إجراء الوزارة بالتعاون مع شركائها العديد من الدراسات لتقييم هذه الأضرار قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح إن مركز المكلة للعلاج الإشعاعي سيكون نوعيا على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمركز للمركز ومعه محافظ حضر موت مبخوت مبارك بالماضي حيث سمع من القائمة على المشروع عبدالله بن دول إلى شرح عن الأعمال الإنشائية التي تجاوزت قرابة 35% ومن المتوقع الانتهام منها في منتصف نيونيو القادم ويتكون المشروع من غرفتين للعلاج الإشعاعي حسب مواصفات وترخيص الطاقة الذرية ومواصفات عالية من حيث الأمان وعدم تسرب أي إشعاعات وكذا مقاومته للزلازل كما يضم غرفة للكنترول والمختبر وعيادات غرف للأطباء وغرف جهاز المحاكى وصلت إلى ميناء الزيت في العصمة المواقتة عدن الدوفعة الرابعة من منحة المشتقة النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطة الكهرباء في المحافظات المحررة وخلال التجشين ثمن وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل ثمن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومستوى الدعم المقدم لقطاع الكهرباء ومجددا تأكيد على أهمية الاستفادة من منحة المشتقة النفطية السعودية من جانبه قال نائب مدير عامل برنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيى أن المنحة النفطية السعودية الحالية امتداد لدعم المملكة لليمن في جميع المجالات واسمرار لمنح سابق قدمتها المملكة لليمن طوال المراحل الماضية للمساهمة في دعم الاقتصاد اليمني متمنيا أن تساهم الدفعة الرابعة من المنحة في خدمة المواطن اليمني وتحسين معيشته وحياته اليومية أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل الميليشيا الحوثي الإرهابية إلى مواقعها جنوب محافظة مأرب وقالت مصادر ميدانية أن ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع قوات الجيش في الجبهة الجنوبية بمأرب وانتلعت على إثرها معارك بين الجانبين وأوضحت أن قوات الجيش أحبطت المحاولة الحوثية وشنت قصفا منفعيا على تحركات وعناصر الميليشيا ملحقة بها خسائر في العتاد والأرواح وتأتي هذه المحاولة بعد أربعة أيام من هجوم واسع شنته الميليشيا المدعومة من إيران على مواقع قوات الجيش في محور الرمل بالجبهة الجنوبية للمحافظة ولم تتمكن خلاله من تحقيق أي تقدم ميداني وتكبرت خسائر بشرية ومادية كبيرة تواصل ميليشيا الحوث المدعومة من إيران تصعيدها العسكرية المكثف في جبهة شمال الظالع على الرغم من المساعر الأممية الرامية للتوصل إلى السلام وشنت عدة هجمات بطائرات بدون طير على مواقع الجيش باتجاه قطاعات حبيل يحيى شمال شرق مديرية الحشة والجب والفاخر شمال الظالع وكشفت مصادر ميدانية عن إصابة جندي ووقوع خسائر مادية بينما تواصل القوات المشتركة المرابطة في الجبهة لالتزام بالتهدئة انتهى الموجز شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله